من السادسة تحياتي لحضراتكم بداية حلقة جديدة تحية طبعاً لكل الأهلوية اللي بيتابعوا حلقة النهاردة وكلام في الجد أن احنا في مرحلة جد الجد بداية من يوم الجمعة ثم مباشرة تطير بعثة النادي الأهلي للسعودية تحديداً يوم 11 لبداية مشوارنا في كاس العالم حديث الحقيقة عن أزمات النادي الأهلي مش لقيله لا مبرر ولا معنى وبفتيك الحقيقة وأنا بتكلم الكلام ده مع حضراتكم أنه أغلب الكلام النهاردة اللي دار على الساحة الرياضية يعني على وسائل التواصل ماشي على وسائل إعلام التقليدية ماشي هو أنه نادي الأهلي بيعاني من أزمة وده كلام مش قادر أفهمه الحقيقة بفتكر دايماً بداية السيزن اللي فات الموسم الأخير ده لما الناس كلها قالت لك الأهلي مش هيتخطى دور المجموعات والأهلي مش هيفوز بلقب الدوري والأهلي والأهلي كلام كله متسجل طبعاً والعايزين نرجع له صوت وصورة نرجع له يعني إحنا ما نبصش في القديم وكل محاولات دايماً بأكد على الفكرة وعلى المعنى كل محاولات التشكيك في النادي الأهلي سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي بنحطها تحت رجلين عشان نطلع لفوق وكلام بيتكرر السنة دي تاني وكأن ما فيش أزمات في الساحة الرياضية كلها عند كل الأندية وفي مقدمتهم الأندية اللي بتنافس الأهلي على كل ألقاب سواء محلية أو بتنافس على أقل أو عندها طموح على أقل تحقق لقب أفريقي محدش بتكلم على أزماتها رغم أن عندهم من الأزمات على كل المستويات فني وغير فني جوة الملعب وبرا الملعب لكن محدش بتكلم غير على أزمات النادي الأهلي رغم أن أنا مش شايف أزمة الحقيقة آه ممكن نبقى مش موفقين في المباراة ممكن نبقى مش موفقين على مستوى التهديف لكنها أبداً على الإطلاق ما كانتش أزمة ومش هتكون أزمة وقدرين إن شاء الله في اللي جاي نحن نثبت ده وأتمنى من رجالة الأهلي ترد في الملعب بداية من مطش شباب لزداد إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي مباراة مهمة جداً 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 بالنسبة لنا من حيث التوقيت قبل بطولة كاس العالم يهمنا جداً إن شاء الله بإذن الله على أقل معنوياً الفوز يدينا دفع قبل ما نروح للسعودية وعلى أقل على مستوى منافستنا على لقب دوري الأبطال نبقى متصدرين أو مفنشين الجزء الأول من دور المرحلة أولى من دور المجموعات في الصدارة وتبقى المشكلة كلها بين ميدياما وشباب لزداد ويانج أفريكانز